السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وإن شاء الله موقع مفيد على قناتنا بناء على طلب المتابعين النهاردة أنا جاي أتكلم عن موقع جديد من مواقع توليد الفيديو من خلال النص بالذكاء الاصطناعي موقع النهاردة هو موقع بوليمورف إن شاء الله حطت لكم اسم الموقع في الوصفة أسفل الفيديو وبعتزم مرة تانية عن الناس اللي بتقول لي ليه ما بقيتش تحطي اللينك الخاص بالموقع لأن أنا اتكلمت إن الموضوع ده من قبل إنه هو غير مستحب إطلاقا في الوصف إن أنا أحط رابط خاص بحاجة ملهاش علاقة بالفيديوهات مثلا يعني بحط رابط الفيديوهات عادي جدا لما بقول شاهد أيضا وبحط رابط الفيديوهات لكن المواقع في بعض الأحيان أو بشكل كبير بتضر بالقناة فأنا بعتزر بشكل كبير ولكن زي ما قلت لك أنا هقول لك اسم الموقع والدومين أثناء الشرح فموقع النهاردة هو موقع polymorph.me موقع polymorph.me وطبعا يعني دور عليه بهذا الاسم إن شاء الله توصله على طول ويكون من النتائج الأولى في البحث موقع النهاردة هو موقع سهل جدا في الاستخدام زي أي موقع من مواقع تحويل النص إلى صوت موقع النهاردة بس يعني الحاجة اللي مأخوزة عليها مش مأخوزة عليه ولكن الخطة المجانية خطة صغيرة جدا أو مواقع اللي بتستخدم الأفاتار بالزيت واللي بتستخدم في تحويل النص إلى أفاتار ناطق بالذكاء الاصطناعي دايما بتكون الخطط المجانية بتاعتها بتكون ضعيفة جدا ولكنها أداة أيضا يعني لازم نتعني نتكلم عنها زي ما قلت لك أنت بتجرب وفي الأخي الخارس بتختار موقع النهاردة كل ما عليك أن أنت بتختار الأفاتار أو لو عندك أنت أفاتار خاص بيك بترفعه وبتبتدي أنت تكتب السكريبت اللي أنت عايز الأفاتار يتكلمه وبتختار الفويس وبتختار اللانجويج طبعا وبتبتدي أن أنت تراندر الفيديو وده اللي إحنا حنعمله مع بعض النهاردة يلا بينا نشوف موقع polymorph.me يلا بينا أول حاجة حتروح تعملها أن أنت حتبتدي تعمل login في الموقع باستخدام جوجل أو الفيسبوك أو بياناتك الخاصة بيك أنا عملت بشكل سريع sign in with google وحبتدي أن أقول له create video انت ليك one minute for free حبتدي أن أختار من الأفاتار الموجودة أو أبتدي أرفع صورة أفاتار مثلا أنا عايزها ممكن مثلا أشوف حاجة من الأفاتار اللي أنا من قبل عملتهم مثلا على موقع زي موقع ليوناردو على سبيل المثال حرفع الأفاتار ده وأبتدي أستخدمه هنا بعد ما حرفع الأفاتار حبتدي أن أنا أختار اللغة هنا طبعا تقدر ترفع الأوديو يعني لو الأوديو ده بصوتك لو الأوديو ده أنت عمله مثلا من 11 lab دي حاجة رجعي لك فأنت عندك حاجتين يا تعمل text to speech تكتب التكست يا إما ترفع الأوديو الخاص بيك أو لو أنت عمله زي ما قلتلك من 11 lab دي حاجة ترجع لك أنا هنا حبتدي أختار اللغات هو بيدعم لغات كتيرة أنا هختار اللغة العربية هنا مثلا أنا حروح أحط النص اللي أنا عايزاه هنا مثلا أنا حنقول دكتور مصطفى روح أكتب كده من دكتور مصطفى محمود ده بالنسبة لي الصوت لو أنت خلاص كده مقصنع بالصوت هتبتدي أن أنت تعمله آآ هختار بس إيه الشخص كده تأكد قبل ما عمل رندر تأكد بس الأول أن أنت واقف على الشخص بالمنظر ده قبل ما تعمل رندر وبعد كده تبتدي تعمل رندر بالمنظر ده كده أنا هنا حستخدم حنشوف كده عدد الساكنس اللي هو حيستخدمها في عمل هذا الفيديو حنشوفه مع بعض بعد ما نعمل رندر لكن تأكد أهم حاجة أن أنت مختار الصورة اللي أنت عايزها أفاتار طبعا هنا هو عنده حاجات كتيرة الصورة اللي كان جايبها من الأول هي صورة من الصورة اللي موجودة هنا ولكن أنا قريدي حطيت الأفاتار الأفاتار اللي أنا عايزة ما عندكش أفاتار يختار من الأفاتار زي الموجودة بعد كده حيقول لك أنا جربت بصراحة أفاتار تاني من عندهم لأن الأفاتار اللي أنا رفعته ما شغلوش يعني قاعد يقول لي error فلما استخدنت أفاتار تاني من عندهم معرفش بقى هل بيشغلوا فقط البيت لان ولا لأ ولكن أنا اخترت أفاتار تاني من عندهم وقال لي بعد كده عملت رندر قال لي your video is now ready to watch وبيبعد لك كمان على الإيميل اللي أنت سجلت بيه بيقول لك من خلال الإيميل أن الفيديو دلوقتي ready to watch فلو أنا دوست على watch بالمنظر ده كده زي ما احنا شايفين أدي الفيديو مدته 14 ثانية بتروح للتلات نقط بالمنظر ده وبتعمله download وبينزل عندك من غير watermark وزي ما قلت لك من قبل مش هتلاقي في النوع ده من المواقع مجاني بشكل كامل صعب جدا لأن طبعا زي ما احنا شايفين ناس كتير جدا بتستخدم حاليا هذا النوع من المحتوى بالذكاء الاصطناعي في عمل قنوات وفي عمل ads وفي عمل حاجات كتير فلازم هذه طبعا المواقع بتستفيد بشكل أو بآخر ده بالنسبة لي فيديو النهاردة تعالوا كده نبص برضو الشرح على الانسان موقفا وتتطلب منه زي ما انتو شايفين مفيش watermark لو حابب ان احنا نبص بصة سريعة كده لو رجعنا هنبص بصة سريعة على الجزء المتعلق بالpricing طبعا قلت لك تقدر ترفع upload audio سواء audio خاص بك انت بصوتك او انت عامله مثلا على 11 laps او مثل هذه المواقع اللي بتولد الصوت بذكاء الاصطناعي تعالوا كده نشوف في ال upgrade هنلاقي ان هو بيديك في الشهر الواحد وبيديك نو ووترماركس وكاستم افاتارز كمان بس انا ما اشتغلش عندي الافاتار بتاعي ممكن يكونش مشكلة في الافاتار بتاعي فتقدر ترفع الافاتار اللي انت عايزه طالما هو قال لك كاستم افاتارز ده بالنسبة بشكل عام لبوليمورف طبعا انا حبيت بس اوليك انت ممكن فيين تلاقي ال free plan بيديك ايه ال basic plan بيديك ايه ومش بعمل دعاية الموقع اطلاقا زي ما قلت لك دايما انا بفرجك او بوليك يعني مش اكتر من كده اتمنى تكونوا بتستفيدوا بكل اللي احنا بنقدمه على قناتنا قناة كل يوم موقع جديد وزي ما بقولكم في نهاية كل فيديو لو بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل subscribe للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنت من متابعينا الاعزاء ما تنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته